المجمع ككل واختصاصات المجمع وانتو مازالة فيكم الصحة لهذا الدعوة بركة فرحنا بها عفو نتقسس من هيئة مديرة ومثلين مخرطة في مجال فلاح هذا المجمع انطلاقته كانت في 2015 ها مدير مريم وشنو يقوم المجمع هذي شو أنواع الفلاحية اللي موجودة فيه المجمع يتنظر في معنى سنقولو احنا الدار اللي لمت الفلاحات في التوجهات المتاحة كانوا عندهم معنى سبع بالاشكاليات وفي التصويق وفي الأمور القانونية المتاح كل شيء في التعرفي قصتنا المجمع هذا وقلناهم القانوني والفلاحات اللي موجودين في المجمع هذا مادام ريم شو ما المنتوجات انطاحهم اليوم على شو نحكيه قبل شوية قتلي ثم الفلفل ثم العسل ثم الهري ثم الملوخية ثم المنتوجات كل ما هو عولة مثال الكتسي الفلفل الهريسة الغسل الزيتزيتونة ملوخية ثنعات تقليدية كل من المنتوجة بثمجة لمرأة في الدارها الفلاحات يمجنون هذا جيد واليوم المجمع تفضل المجمع معناتها جيد في إطار معناتها حبينا احنا الصعوبات وزنك الفلاحات لشيفها درهم وتبركة لهم تمكنوا من عدة دورة تاكلونية في المجمع وتوي كاية معناتها عمنا شاركة مع جمعية البوطلة الخضرة في إنتاج الهريسة ثلث لانتاحة عمنا شاركة مع فريقة فرنسوية اتسابة في المنتوج البيولوجي عمنا شاركة مع جمعية البتنزي تحدث صعوبات في تغيرات المناخية وكيفاش الفلاحة معناتها تتفاد هذا يالكل وطرق جديدة تتماشى معها في الأرض جيد تبركة عليهم معناتها دخل في برشة مجالات وبرشة شاركة شاركة مع برشة جمعية مادام ريم اليوم المجمع هذا يوفر منتوج بيولوجي شوال حاجة اللي تمتازوا به مثلا اليوم مواطن نسمع في راديومايد ونحب ناخذ حاجات من الفلاحات المنخرطين في المجمع اليوم كيفاش نتصل بكم اولا وثانيا عليش انا نجي ناخذ من عندكم اليوم ناخذ من عندكم على خاطر السوم يكون فيه سوم معناها أقل من بلايزوخرين مثلا هل ناخذ من عندكم على خاطر الكاليتين تاعكم بيولوجية كما ذكرت قبيلا شوية ناخذ من عندكم اليوم شوالحاجات اللي اليوم تخليني أنا كمواطن نجي نحن معناها نقول نحن الحريف باش يجينا اول حاجة في جودة المنتوج متاعنا خاطر معناها كل خارج من الفلاحة نقول نحن من 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 دار دار متاح علوتها اللي هي تنحاها تنحي منها المنتوج باش تبيعوا للحريف ذاك في الاسوام متاحهم متناول لن يسفل ما عندهم شاكل ونحن سوام كبيرة برشا وفي نفس الوقت في المنتوج متاح تدخل به المسابقات كيف مع طوكية لقيا في الكون كورت حكلوا عن الميدالية ذهبية في زي تون وإن شاء الله لن يكون منتوج بزايد معناتها جودة المنتوج هذي كانت تخذي الحريفي تجه الفلاحة تكلسة اليوم نحكيو على العولة ككل نحكيو على الملوخية نحكيو على زيت زيتونة نحكيو على الكسكسي نحكيو على الهريسة والفلفل تفضل تفضل قلت الهريسة الديارية الشرب الشعية الكسكسي البسيسة التقليدية متاحة ذوما كل منتوجات الفلاحات في مجمع فلاحات تكلسة السؤال الموالي لك مدام ريم اليوم كمستمعين كيف نجم نتصد بكم ولا كيف نجم ناخذ المنتوج من عندكم نحنا موجودين في تكلسة مجمع فلاحات تكلسة للتنمية عندنا رقم المجمع اللي عملنا خصيصي للمجمع تسعين وخانسة وثمانين سبعة مية سبعة واللي يحب يتصل بنا موجودين في تكلسة في منطقة بير مروة تحييتنا لأهلين ومستمعين اللي موجودين في بير مروة ختاما كنت نحكي معك مدام ريم قبل شوية كنت حكيت لقلت لي ثم شوية حاجات ماذا بينا نطالبوا بيهم اليوم كمجمع فلاحي كنت حكيت لي شوية على المياه تقريبا هكذا والله اللي نطالب بيهم معناتها نحن بتبيعها عكس برشا فلاحات خطر الجودة متاع المنسوج متاعنا هي اللي يتسوق روحة وحدها احنا اللي نطالب بيهم معناتها وبرشا من المؤسسات الي يبدوا يسمعوا فينا كونوا يجووا للمجمع والفلاحات خطر عمني برشا دورات تكمنية في أن يبطلك التفادي معناتها المناخ وصعوبة متاعنا هما تكونوا كفاهي يعملوا اقتصاد في الماء كفاهي نقصوا من الدويات وعملوا بديل للدويات ونحن ثموم في الأرض هما عملوا بديل ولا المنتوج ثم بعض النباتات اللي تطلع من الأرض هما ولوا يداوباها هذي كمعنات أرض ولي خمم على صحة الأرض قبل كل شيء أنا اللي يحب يستثمر في الحاجات هذه ماذا بينا جيل الفلاحات بشكل دورات التكونية اللي يعملها يطبقها أما خطر ماكتعرف مدياتهم وفعوبات عندهم هذو مشقال بين الفلاحات هوا تستثمر في الأرض متاحة وتلقي شكون يدعمها في المجالة ذات إن شاء الله إن شاء الله للمالي اليوم كما قلت أنت هذا هو توجه اليوم توجه الزراعة والفلاحة هذا هو توجه البلاد تقريبا شكرا لك سوتكوصل ياتيك الصحر بالله تحتل القرطة بالحق كيف كل العربي كيف كل التونسي كيف كل الناس كل نترحم على شهداء في فلسطين وبالحق كل امرأة عربية إن شاء الله نقلبهم وقولهم رب ينصركم وربي معكم هذا هو إن شاء الله رب يرحم الأبرار الكل وربي ينور الحق وربي ينصر الحق ديما شكرا لك جزيلة شكر مدام ريم وعفو إن شاء الله في فرص أخرى بزينا معكم متواصلين هذه ساعتنا ثالثة اليوم من ديمانش بلوس أنتم ما تسمع في